عارف انت لما تكون هتتكلم عن مهاجم كورتكادم يكون مستوى مش اللي هو الخارج يعني ولا حاجة ولكن عنده اللي يوجهه بشكل افضل في الكرارات المصرية? طبق بساطة. يعني عارف لما ابو نيمار وجهه الى باريس سان جرمان هنا كل الناس قالت انه غلط وازاي تسيب التاريخ والبطولات ومسي علشان الفلوس. وبعدها فترة عارفنا ان كرار ابو نيمار كان صح مية في المية. هو عارف ابنه ملوش في الصراعات والجواز والكلام ده. وعايز يدلع نفسه مش اكتر. اهو ده بقى قرار مصيري. هجواين كان صعد بشكل قوي جدا وقدر يحافظ على مستوى لفترة طويلة جدا. ودي موهبته الشخصية انه بيقدر يثبت مستوى لمدة طويلة. قبل ما نتكلم عن تفاصيل هجواين عايز اقول لك ان لو انت داخل تشوف الفيديو عشان انت عاشق المحتوى فالفيديو ده اساسا للناس اللي شايفة ان هجواين مش نخش في الموضوع. هجواين من اهم مميزاته ان كان بيقدر يحافظ على مستوى ويقدر يديك التمانية من عشرة طول الموسيق. ودي في حد ذاتها ميزة كبيرة. انا كمدرب او اي مدرب بيفكر في اللعب اللي يديله التمانية من عشرة كمضمونة. احسن من مرة يديني عشرة من عشرة ومرة يديني تلاتة من عشرة او خمسة من عشرة. وفي نفس الوقت ما ينفعش نقول ان هو مظلوم عشان لعب مع بنزيمة ورنالدو او حتى في اليوفي لما لعب مع مورطة ورنالدو. بس خلانا نخش في الموضوع على طول ونعرف مين هو جونزالو هجوان. بدأة جوان كانت في في الفين وخمسة وكان ساعتها عنده سبعتشر سنة. ويلعب معهم في الموسم ده ما يقرب من تلاتة وتلاتين مباراة ويسجل تلاتتاشر هدف. وبعدها سوشتر مدارب ريال مدريد يطلب التعاقد مع الموهبة الارجنتينية. وفعلا تم الصفقة لمدة خمس سنين قدام. وفي اول موسم مع ريال مدريد يلعب اربعين مباراة ما بين اساسي وبديل ويسجل عشر اهدف ويصنع اربعة. وياخد الدوري الاسباني. والموسم اللي بعده يلعب اربعة وتلاتين مباراة ويسجل تسع اهدف ويصنع اربعة. ودي ارقام كويسة اللاعب عنده عشرين سنة. بيلعب بديل لرؤول جونزالس وبانستروي. وياخد برضو الدوري الاسباني. وفي الفين ودسعة تكون بداية انفجار الموهبة كمهاجم. ويلعب معهم اربعة واربعين مباراة ويسجل اربعة واربعين هدف ويصنع اتناشر. يعني مشاركة في ستة وتلاتين هدف اربعة واربعين مباراة ودي ارقام ممتازة جدا. اللي لعب عنده واحد وعشرين سنة. وبعدها يوصل التقلق مع ريال مدريد في وجود رونالدو وزيل وبنزيمة ويلعب معهم اربعين مباراة ويسجل تسعة وعشرين هدف ويصنع تمانية. يعني فيه تطور دايم في المستوى. وده اللي خلى المارادوني ما يترددش يضمه في المنتخب في وجود في نفس مركزه. واللي فيها الارجنطين بعد ما كان مرشح الاقوى في البطولة يخرج من الدور التمانية بفضيحة على قد الالمان. وكنا اتكلمنا عن نقطة ديت في فيديو سامي خضيره. المهم هجوان كان عامل اداء مميز وسجل هاتريك في كوريا الجنوبية وبعدها سجل هدف في المكسيك في دور الستاشر اللي صاعد به الارجنطين لمواجهة المانية. وبقول لك ايه اعمال لك بسرعة بالمحد يشوفها. وبعدها هيبدأ موسم الفين وعشرة الفين واحداشر بيصابه في ظهره تعيده بعيد عن الملعب اكتر من اربع شهور. ولكن رجوعهم ما خدش وقت. عشان يتاقل مع الملعب لدرجة ان بعد ما شارك مباراتين بس في الليجة كبديل يكون في الماتش التالت اساسي ويكون ضد فالنسي. وريال ساعته كسب فالنسيا ست ثلاثة. اهجوان بقى سجل ثلاثة اهداف وصنع هدفين يعني مشارك في خمس اهداف في المباراة. وعلى الرغم من انه قاعد نصف الموسم في كله برة ولكن قدر يشارك في تلتاشر هدف ويصنع ستة هداف ولكن ريال ساعته يخسر الدوري ويفوز بكاس اسبانيا برأسية رونالدو الشهيرة في. عشان بعدها يدخل موسم الفين وحداشر الفين وتماشر بمشارك في اربعة وخمسين مباراة وقدر يسجل ستة عشرين هدف ويصنع تلاتاشر ويكون فعلا من ضمن اسباب فوز الريال بالدوري فقط. وبعدها يبدأ موسم الفين وتناشر الفين وتلاتاشر مشارك في اربعة مباراة ويقدر يسجل تمنتاشر هدف ويصنع تسعة وما يكونش سبب في اي حاجة علشان ريال ساعتها خسر الدوري ضد براشرونة وخرج من هيكاس مالك اسبانيا ضد الاسلتكو ويخرج من في فضيح الدورتومونت الشهيرة وريال ساعتها ما يطلعش غرب السوبر الاسباني بعد يفوز على براشرونة بهدفين رونالدو وهيجوين. وبعدها رفايل بيتز يطلب التعاقد معها من لنابولي وخصوصا ان اخر موسم له مع ريال مادريك كان اغلب اللوات قاعد على الدكة وفي صف الفين وتلاتاشر هيدين بتتعاقد معها وفي اول موسم مع نابولي يلعب معاهم ستة واربعين مباراة ويسجل اربعة عشرين هدف ويصنع اتناشر واجمل ما في القصة انه محافظ على ارقامه والسبات على المستوى مع ان الطبيعي ان الانتقال لفريق جديد بيحتاج فترة علشان الانسجام لكن هجوين مالوش ضعب الكلام ده ومالوش ضعب الطبيعي وادلنا على ان هجوين مالوش بالطبيعي انه قدر يكون السبب الاكبر في حصول نابولي على كاس ايطاليا وتحديدا بعد ما سجل هدف الفوز على لاتسيو في دور الستاشر وبعدها سجل هدف الفوز على روما في قابل النهائي حتى ناقص انا هدف الفوز على فورنتينا واخيرا نابولي بطل لكاس ايطاليا بقول لك يعملوش حراكة بالطبيعي نعم في نفس الموسم ياخد كاس ايطاليا وفي نفس الموسم نضم للمنتخب لكاس العالم الفين واربعتاشر الارجنتين وصل للنهائي فيه وهو كان بيلعب اساسي في البطولة دي وهو اللي كان سجل هدف الفوز على بلجيكا في دور التمانية اللي بيها توصل الارجنتين لنهائية وتخرج لتاني مرة على التوالي على يد الالمية والموسم اللي بعده يستمر في التقلق ويلعب تمانية وخمسين مباراة ويسجل تسعة وعشرين هدف ويسنع حداشر وياخد السوبر مع نابولي لا استنى نقلتها غلط اقصد ان نابولي هو اللي اخد السوبر مع هجوين وليه بقى قول لك انا بص السوبر ساعتها كان ضد اليوفي اللي كان متقدم بعدها لحد دقيقة تمانية وستين لحد مهجوين يسجل التعادل ويروحوا واليوفي يسجل هدف التاني في الشرط الاضافي الاول وتستمر البطولة اتجاه اليوفي لحد مهجوين يكرر يتدخل وتحديدا في الديقة مية وتمنتاشر ويسجل التعادل ويوصل لرقرات الترجيح اللي فاز فيها نابولي الاول مرة من اكتر من عشرين سنة والتاني مرة في تاريخ نابولي ومش بس كده ساعتها يدخل في تشكيل الموسم في الدوري الايطالي. وفي سنة الفين وستاشر يصنع تاريخ شخصي ويلعب اتنين واربعين مباراة ويسجل تمانية وتلاتين هدف ويصنع تلاتة. وياخد هداف السرية اه ومش بس في الموسم. لا ده هو كان سجل اعلى معدل تهديف في تاريخ الدوري الايطالي في موسم واحد. تخيل كمية الجملة دي في دوري لها في باتستوتا وديل بيرو وتوتي ورنالدو الظاهرة والى اخره. ووسط ما الجمهير الاطالية كلها بتتكلم عن المجد اللي صنعه. يروح هو مغفل الدنيا كلها ويمضي مع اليوفي. بعد العرض الخيالي بتسعين مليون يورو. علشان تكون اغلى صفقة في تاريخ الدوري الايطالي الى الان. وساعتها رئيس اليوفي يقول عنه انه خاين وناكر للجميل. ومرضونة نفسه يطلع يتكلم ويقول ان هجواين خاين. بس هو ملوش ضعب الكلام ده. يابضل تسعين مليون يورو. وموسم الفين وستاشا الفين وسبعتاشر يكون الاول لهم مع اليوفي ويشارك في خمسة وخمسين مباراة ويقدر يسجل اتنه وتلاتين هدف ويصنع اربع هدف والارقام دي كلها بعد انتقاله لنادي المنافس والدجة الاعلامية اللي حصلت ضده ما تفقدوش تركيزه لانه احنا زي ما انه ملوش حلوكة بالطبيعي. المهم ساعتها اليوفي يفوز بالدوري والسوبر الايطالي. ولكن اهم حدث هو خروج اليوفي من نهاية الشامبينز ليج دودريال مدريدي ولكن ساعتها هجواين يفوز بلاعب الموسم في اليوفي ويدخل في فريق السنة للدوري الايطالي لمرة التانية على التوالي مع فريقتين مختلفين. علشان بعدها يبدأ موسم الفين وسبعتاشر الفين وتمنتاشر باستمرار على اداءه ويقدر يسجل ثلاثة وعشرين هدف ويصنع اربعة وبرضي يكون من ضمن عزباه فوز اليوفي بالدوري والكاس الايطالي. وبعدها يطلع اعارتين في موسم واحد. المهم يلعب مص موسم مع الميلان ونص التاني مع تشيلسي. ويسجل تلاتاشر هدف ويصنع تلات. ومن حصن الحظ ياخد البطولة الوحيدة القرية في مسيرته في السنة الاعارة دي. وهي اليوروبا ليج مع تشيلسي. المهم يرجع ما لقش مكانه وخصوصا بعد وجود رونالدو ويسجل في الموسم دات نشر هدف ويصنع عشر اهداف. وياخد الدور الاطاري. وبعدها في سبتمبر عشرين عشرين ينتقل الى نادي انتر ميامي الامريكي. وعمل نيلوك كده غريب زي ما انت شايف كده. تحس انه دخل في المشاكل السياسية اللي بين امريكا والارجنتين. والحقيقة من الناس اللي شايفها ان هجوين كان بكل الطرق. لعب الاركام دي والتاريخ دوت. وخصوصا مع الاندية اللي لعي فيهم ما يقرب من ستمية خمسة وسبعين مباراة. ويسجل تلتمية وتسعت 1983 هدف ويصنع عمية وتسعة. ما بين بقى الدور الاطالي والدور الاسباني والانجليزي. واللي اخد يوم تلات دور اسباني. وتلاتة دور اي طالي. تلاتة كاس ايطاليا. وكاس اسبانيا مره. وسوبر اتاليا مره. والاوروبا ليج مع تشيلسي. ده غير انه افضل هدف في تاريخ الدوري الايطالي في موسيوم واحد. ودي كانت مع الاندي اما بقب مع المنتخب اللي اللاعب فيها ما يكرب من خمسة سبعين مبارئه. ويسجل واحد وتلائهين هدف ويصنع أربعتاشر. ولليهب معهم في نهائي كاس العالم الفين واربعتاشر ونهائيين كوبا اميريا الفين وخمستاشرة وشنة وطبعا ده غير جوازه الفردية ان lobb فريق السنب في الدوري الفين واربعتاشر والفين وخمستاشر والفين وسبعتاشر. والهدافة التاريخية هي للدور في موسم واحد في الفين وخمستاشر الفين وانه وتسکين العام للدور الاوروبي مرتين الفين وتلاتاشر الفين واربعتاشر الفين واربعتاشر الفين وخمستاشر. والطبع نفضل لها في في موسوى الفين وستاشر الفين وسبعتاشر الفين وسبعتاشر الفين وطمانتاشر. وبكده وصلنا نهاية الحلقة ولو عجبك الفيديو ما نستاش تعمل لايك. يقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي? السلام.